بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولادي أحبابي طلاب تلت سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ويا رب بحق هذا الشهر الكريم ربنا يفرح كل طالب وكل طالب اللهم أمين حبيبي الوقت بنتكلم مع بعض احنا الحمد لله خلصنا منهجنا بفضل الله وخلص كامل غير منقوص هنراجع إزاي وإيه أهمية المراجعة والواجب علي والواجب عليك ولو قسطوب هيكون في شيء من الحدة انت ابني وبنتي وربنا عالم باللي في قلبي إن أنا أتمنى يا رب إن كل يطالب في تلت سنة ويحقق أعلى ما يتمنى أولا قبل من اتفق فيه أمر تامي من كل أولادنا مش قصد حاجة احنا عارفين كويس قوي إن مادة اللي هو العربية بعض أولادنا إيه لم يكن الكل بيجع عليها شو بيأجل يعني مش بيديه لإهتمام الكامل أنا موافق بتوع القسم العلمي بيهتم بالمادة كذا والأدب المادة كذا على اعتبار إن هيلم الدنيا في المراجعة إحنا موافقين ليه بقى رجاء أنت معلش قبل ما تكلم كلمة وإلا يبقى ملوش تازمك كلام يا رب يا زك العربي مادة من 80 درجة خطورة العربي يا دا كاترة إن العربي مادة في الهوى النمط المتحرر في الهوى خلاص بقى بيجي نصين وموضوعين قراءة درجته بقدي كده والنحو بيشتغل أسئلة مهارية والتعبير بقى مهارات فالحد إمتى أي حد من أولادنا هيكسل والحد إمتى هيهملنا هتسعى يفيد بابن وبنت اللي سامعنا وشايفني إنه تنب المادة كذا والمادة كذا وليه بالدرجة إن هي والعربي يوقعني فلازم أول حاجة نسمي لك يا وننتبه فوق العربي كفابة اردم على اللي فات إحنا أولاد دلوقتي وابدأ ما تأخر من بدأ سيم هل لسه في وقت في وقت وفيه 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 اوى حد يقفل معك اوى حد يأسك قريبها الزرش ولا الشيطان يدعب بيك يا ما طالب تتبع المراجعة بتبدأ مع المراجعة وربنا بكلمة بس تبدأ راجل اللي يتاخد هيتذاكر هيتراجع هتنتهن علي بالعزيمة دي والإرادة دي قبل كل شيء توفيق ربنا أنا أبشرك هتقفل وعارب بقول ليه ومش متجرأ أو مبالغ لا بس لازم بص وانفضي بقى طيب احنا قدامنا اتنين طالبة طالب كان ملتزم معانا أو مع غيرنا من أساس وخلص منهج أنا أبشره اللي يتم في المراجعة هو تذكيرك بمن سيته أذكرك وتثبيت المعلومة فانت كسبها اللي بدأ المراجعة يتعب شوية بس أوعدك المراجعة هتم لكل شيء فأبن يبدأ كلمة رجالة لازم استحضار النية والعزيمة إن شاء الله أنا في المراجعة مش هتعامل بعقلية طالب شهر الثالث يعني نقص السنة اللي عدت دي معانا من أول السنة لحد دي هذا الشهر لا أنا هتعامل بعقلية طالب جاد ههتم بالعربة كويس جدا جدا هتساعدنا حبيب إيه المطلوب مني سمي الله بص يا أخي الكريم مطلوب مني إن أنا هقومي سيتك بمراجعة دقيقة للفرع دي نحو أدب قصة رد طالب قال يا أستاذ أنا خدتك أنا عايز أقولك معلومة وأنا صادق فيها كل الطلبة معانا أو ما غيرنا ناسين أيوة ولو عندك المعلومة نقص يبقى المراجعة بيتكمل لك كل حاجة بيتنور لك الدنيا في دناك انت ناسي بس خلي بالك انت ناسي عن فهل سهل الجيل يبقى لازم نشرح من تاني بس الشرح بقى بترقية فنية بتاعتنا بقى دا لعبتنا سر الصمع بتاعتنا أسرح لك إزاي دي بتاعتنا بقى تقوم من قدام من فضل ربنا حفظ المادة إزاي دي بتاعتنا بقى والربنا في اللي عندي ما لكش دعم لكن لازم أفكرك إنما إن أنا أبدأ حل مع طالب ناسي أنا أسف دا عدم فهم بأفضل نفسي لأ دا انت ستك أنا هراجع نحو أفكرك بالدرس الأول انت ناسي المعلومة توعى منك افتكر تم تحل تم تنتج تروح البيت تذاكر شكرا أفلتها باشا أدب الودي ناسي تاعتنا المدرسة تاعتنا ببعضي لا أفكرك كويس افتكر دي المدرسة كاب تقول كذا 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 نوارة الدوية في دماغ تحل وهكذا إذا لأ مراجعة تقيقة بأسطوف فن سر الصمع بتاعنا بقى هنفهم إن شاء الله رجالك كويس جدا هذي الفروع هتواجهك مشكلة طبعا بنحل تطبيقات مختارة خلي بالك بقى إحنا ماشيين طبقا للنموذج الاسترشاد الأخير أسئلة اختيارية مقالية ثانية ثانية و أسئلة فنية عوزة ده يشتغل ها الغاز تكاد أسئلة يعني كذا غايب عن الطلب كل ده بفضل الله زبطنا بيك مشكلتك و مشكلة كتير جدا من الطلاب الطريقة المسلأة للتعامل مع القراءة المتحررة إزاي في الشهرين دول بفضل الله أو أقفك أعرف لك إزاي أتعلم مع القراءة المتحررة إزاي مع النصر المتحرر ده بفضل بقى أصبتي إن شاء الله هعلم سيادتك أمثل طريقة تتعامل مع هذه النصوص والقراءة تخلي بالن حتى لو جالي السؤال استنتاجي مقالي زي ما حصل في القراءة يطمئن بس ربنا أعزك إيدك في إيدي واجدد النية واستحضر النية إنها هراجع إن شاء الله واهتم بالعربي أنا إن شاء الله عملي ستك برنامج جديد اسمه لقاء الأربع كل يوم أربع إن شاء الله ربنا إن بطلع لك على قناة اللواء التعليمية ساعة بحلم معاك تتقرأ قطعتين أو نصوص من كل الكتب ما شاء الله تبارك الله عندنا كتب الخارجية زي الورد ما شاء الله منافسة جميلة إبداع غير عادي في كل الكتب ما شاء الله تبارك الله ولكن يا باشي احنا عندنا لك تاب كذا هنحلم ونسمي الكتاب كل واحد له فضل يتردله على طول كده ونحلم من ده ومن ده ومن ده فضلاً بقى معنا المراجعة في المنزلة بتاعتنا مليئة بالتطبيقات خلي بالك تاني شدي حيلك انت هتبقى الأساس الأول هم كلمتين فضل الله جهد الطالب أنا عامل إيه ثانوي شدي حيلك تعالى باجي إن شاء الله بإذن الله أنا أعمل لك حصة تعبير مستقلة جديدة احنا خلاص التعبير الحمد لله وظبطنا لا هزبط لك التعبير ألمي لك بقى كل الأنماط الاختياري اللي عندنا ها ثم عندنا التعبير الإبداعي المقالي اللي وكتب من 6 إلى 8 سطور بكل أشكال ومجهاز لك منظمة زي الفل فياريس استبشر عايزك تتفائل بابها تفائل بجد يعني عايزو دفع التفاول غير عادية استبشر أبشر أفرح شده لك وربنا يكرمك إن شاء الله ويكرمه معك ماشي فتفائلوا بإذن الله حبايبنا يا ناس نخلي بالنا الغلطة دي مش عادة من تاني الناس اللي هتيجي تراجعين معنا بعقلية طول السنة أنا بقول له وفر صحتك وفلوسك لو إمتى هتقدر الحصة يا معلم يا أستاذة وركانها وأجل لا وفر فلوسك إذا ما كنتش من دلوقات هاخد الحصة وقسمها على الأسبوع طويلة سيارة عشان إخواننا اللي سنن طويل ها اللي بنطبله أربع فوق أما اشتهى المنهج المتحرم الحصة بياخد وقت معناه وما غيرنا ده أنت بتذكر طالب بالنح وحدة نح أو نص وحدة وبيتضربوا على المتحرر قراء ونصوص وعادت تعبروا على القصة إيه طرق سيارة ليه وغيري ده منك متحرر مزاي زمن كان محفوظ بداخل الطالب مع المتحان انسى كلام ده لو انت بفكر في كده انت عايش بعقلية مين الزمن البائد زي بيقول فسيادتك بنبيتاني ولو أمي سامعاني وابي سامعاني ربنا يبرد في الكل امسك ابنك مايأجلش انت من نفسك خدت الحصة هحفظها لك هفهمها لك وربنا بس انت هندسة رتب وخلف أما لو أجلت هتزعل هتبعمل زي الميت اللي بيأجل التوبة الآخر لحظة تاني العب ويتنطط ماشي يا اخواننا وراح جاي وهب هيموت ده اشهدوا لا تقبل توبتو مش نفع فخلي بالك بقى ركز لازم نلتزم بتأسيم الحصة يا ريس خلي بالك كل ده قلنا ان شاء الله نخلي بالنا بلاش يا اخواننا حد من الناس يأجل من زكرة طيب المراكم حصة قلنا تمام محاضرات على شهرين بدنا 4-4 مخلصين 23-5 خلي بالك يا ولا مزبط لك حصة الدين كده هزبط الدين عندك ماشي نعرف كم في حصة على يوتيوب العام المضلق مزبط لك حصة جميلة جدا جدا ميسرة بمجزمة رائعة فاطمن هلمي لك الدين وعلى قناة اللواء المجانية ما تجلش بيالك لاب سنتر ولا حصة هزبط لك الدين هتمش تخري الدين ان شاء الله يا ريس هذا ما قلنا في بس رجاء انا مش قصدي بحاجة كل ولادي اللي بيزولوا السنتر انا خداموا الفريق اللي معي ايو يا عمي انا مصخر بفرع بجي انا مصخر لي بس فيه مشكلة فيه سنات المغلقة على اولاد ده هي مكتملة العدد فبتحصل مشاكل كبيرة انا مارضاش لابن وبنتي ولا الجاي احدى المعرض او الحصة ماشي بيبضل مستني يعني انت بتلاقي الممكن يلقعه وممكن تلاقيه مصابرة في الشارع انا بتكلم بوضوح بس عماو ما جدي فتلاقي ما هذا بتحصل وممكن طالب يحتد ويشتم ويسب ويلعم تابعنا من دب ما ممكن نبع عقلاني ليه نزعل نفسينا لو اديجي مناخر الدنيا ويرجع وليه امره فاضل او ام تجيب بنتها وتوقف وحد يتكلمها باستوكم الشريق من السنطر اوليو في حل لامسل والله انا ما بجزب قعد في البيت خدها اولاين خدها اولاين انا مش هصنعني حاجة اولاين افضل وارخص واحسن بس العايز المباشر تحت امره بس ليه رجاء اما تيجي وعايز تخش بقى انتظر هو بقى دم الاستاذ في مكان هقول لك هتفضل وانا خد دامة بس الاستاذ بيعمل لك اختبار التحدي المستوى مش عيب ليه بقى لو طالب ضعيف مش عامده عربة خالص ابيد وارد مش هتول حص هيقعد يفرق تقول حص هيقرفني في الحص ايو اول ما رجف رضو وحصة بقى فالطالب اللي عاوز العلم والشاطر هو اللي بيستعمل بوضوح هيعمل لك تحدي المستوى زي الفل لانا خد دامك في مشكلة اقعد خدها اولاين هتبقى الزبط وزي الفل وكان استنتر قدامك انا بتكلم يشهد الله كلام صدق مش داعي في سنات المقفولة عولدها ماشي يا اخوان فاذا روحت قالك في مكان انا خد دامك مفيش يبغصبا عننا ماشي يا اخوان القاع لعرض فلي رجع يا اخوان وانا بقول الجدول الوقت اولاك دا فيه دا مفيش فيه مش عين نصيحة لله لا اول مرة خدها اولاين انا والله السنتر زي الاولاين هي هي بل في الاولاين بتزبط نفسك لا في نزول ولا طلوع ولا طبيوة النهاردة انت عاود الثانية الوحيدة النهاردة انت صايم وقت رمضان قليل خلي بالك خلي بالكم من هزي الحسابة ترحتي بحلكم فلو اي حد جنة انا خد دامه هتخش حسب القاع نفسية طالب ممتاز وشطر وعاوزي راجع معنا انا خد دامه فقراسي ومن اللي عندي قبل اللي عندي ويشرفني يا سيد هل راجع مني بقى احنا الوقت ان شاء الله بصي يا حباج صلى عنا بكده دا الكتاب بتاع المراجعة الحمد لله استلمنا دا الكتاب ومعنا موزي لجابة طيب بصي بقى عايز بقى ديتين تركيز الكتاب دا بيشمل ايه اربع محاضرات انا عندي يا رجالة تمن حصص شهر وشهر يبايزا عندي شهر مراجعة الاربع محاضرات بنازلهم في كتاب واحد لو اينا نزلت لي ستة كل حصة ملزمة شكرا اللي لميتهم اللي لقيتهم انت جدع اللي لميتهم تبقى انت شاطر مكتبك عليه الف ورقة لا ايه الماني بالاربع في كتاب واحد اهو هتلابص المراجعة الاولى المراجعة التانية التالت الرابعة بفضل الله الكتاب كتبع مستوى عليه جدا جدا هذا فضل الله ورقنا ورقنا نظيف عندنا احبرنا تنسيقنا رائع ده الشكل ايه المحتوى صح صح لبدي بقى عشان في مشكلة هنا انا هرجع مسلا اول محاضر انا بعمل ايه فرضا هرجع مسلا ادب انا بفترض ادب اي حاج انا بعمل باجيب الشرح الاول يعني مسلا ملتوب قدام قصة قاسية باجيب شرح القصة الاول عشان ما حدش ينتقبنا مش ده لد نفسه ليه المنخل عشرة دايق بابدأ انا رضا عشرة دايق بفكرك بالقصة القصيرة مثلا اقول لك يا بابا الكلمة عن كذا والقصة والتعريف بابدأ استحضرك هتجيبني منين هتدور في النبلان تبقى المادة قدامك انا وظفتي ابسط المعلومة ايسرها لك تبقى تحديدك فسبب ان انا باجيب المادة العلمية من تاني تبقى قدامك في المتناول قدامك شايفها ماشي ثم بعدها باشا با خد عندها بقى تطبيقات رهيبة ما بين تطبيق مقالي تطبيق اختياري ان كان امتحانات سابقة نمازج استرشدية كتب خارجية ماشي با دي مهم جدا طيب هنا سؤال تاني انا بقى اعمل حالة تانية انا بوفر وقتك انك ترجع للكتب الكبير المحاضرة دي الملزمة دي اسمها شرح خلي بالك وحل بدل ما ستعب بقى هتتنطق بين الكتاب ده فين وراح فيه للك الملزمة كاملة اخش اذاكر من هنا فلوس اهم ذاكر هاي وحل بنفس الوقت فانا وفرتك الوقت فخلي بالك النحو هتلاقي جايب النحو جايب الشرح من تاني صورة ملخصة وعملنا كل الاضافات اقدر اذاكر من دي كوازج اه اذاكر من اذاكر من هاي طمم ماشي واحل علي فبقت اتنين في واحد اللي حط الشرح من تاني عشان اوفر واناك ترجع تهل مزامة كبازاكر الاول لا هاي قدام سيادتك رد طالب قال انا مزاكر من الكبيرة ومالو يا حبيبي راجع منا وتعالى حل هنا بس التطبيقات هنا مهمة جدا 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 ودي الميزة اللي بتسميها كتاب اللواء ان بعدك المادة العلمية كويس قدامك تستحضرها من هنا ثم تحل عليها على دي باشا عندك ان شاء الله اربع محاضرات وبفضل الله عز وجل شكل الكتاب ان شاء الله يفرحك في كل حاجة بفضل الله عز وجل زايد عندك نموذة اللي جابة يبقى جوا الكتاب فالدنيا بتاعك كده زي الفل ده كده اربع محاضرات الشهر تاني كمان اربع محاضرات يبقى لمدة الدنيا في كتاب واحد قدامك على المكتب تزاكر منه وتحل منه مش يا رجالة طيب هل احل من اي كتاب حل من كل الكتب الخارجية فوق الرأس والعين ونزل فضل علينا ربنا يباري في الكل وعندك في لقاءة الأربع هاجب دك من كتاب ده كتاب ده كتاب ده وكل الكتب ما شاء الله لها فضله زي الفل فان شاء الله ده كتابنا نحرص عليه خلي بالنا ماشي يا اخوان والطالب يحجز نسخة الكتاب ده هيبقى في كل السناتر وفي كل محافظات مصر يوم السبت اطلب شحن من دلوقت وليه رجاء المكتبات بتشحن طب لو فيه اكتر من طالب تات اربع طلاب واشهنوا مع بعض عشان ما تحملش مصارف الشحن يبقى مصارف الشحن عندك زيره تاخد الكتاب بقيمته ان شاء الله تبساء الكتاب فيه يا باشا تبع الصفحة ان شاء الله النهاردة بكرة لا يسا نازل والدول مخافي سهلة جدا جدا اذا يا اخوان ايه الكتاب اللي قدامنا ده موعدنا انا على الارض لما غزب تقول اولاين باي سامحونا الناس يوم التداد سنطير رائف شبر تخلي بالك هتيجي بدخل طلبته في مكان انا خدامك زي مقلتلك قاعد طيبة دي جديدة دي جديدة مجموعة التلاب بتعب فيه ايه بيعارفين انهم لسنطر طيبة ماشي مصح قاعد طيبة في مدية نص عطري النص ده المراجعة فيه المعد بمساعة واحدة وتيجي بدري سيادتك انا ببداق واحدة فيه السيام حساربع ساعة ما يترعبش يا باشا فيه السيام خلي بالك هتجي لبقى ساعة اثنين قابلك فين يا باشا ماشي فلن شاء الله تقبل طلاب ويفضل بيكون طلابنا ولادنا بتقول اللي عاوي السنطر مية نص انت عندك طيبة وبرده حسب العلي المجود تصكي مفتوح ماشاء الله تصكي كبير برضه في مصر الجديدة ماشي واللي هيجينا بعد الفطار ما يتدلعش ماشي ما جيش تس عليها همتزبط دماغ هتزعل وهترجع عندك دي يوم الاربع برضه في اي بي مية نص مجموعة مكتفية انتظر تجلنا الشراط في مشكلة بفضل العز وجل الولاين اولى وزي الفل بابدأ انا تمانية ونص انت كنت تمانية موجود بفضل لا ان شاء الله الماسة في حلمينة الزتون وقاعد تصكي نصر الجديدة دي يوم الاربع ده موعدنا يا رجالة الخميس قاعدة الطبين في العباسية زي الفل تعالى بدري عشان بابدأ تمانية ونص ان شاء الله طب انت طالب جديد معلش ببصى على القاعد الاول طالب تم موجودين الاسين دخلوا خلي بالك انت طالب يا جديد انا خدامك بس استوفى الطالب المعامل من الاول السنة مش انانية دي حقوق معلش وسيادتك انا بابدأ ما هيكيب بالراحة اختبر بيوجره زي ما قلنا اكاديمية المستقب منطقة السلام سنتر زي الفل واسح تعالى براحتك مكان متسع زي الفل برضو اي حد جديد بعملك الاختبار حد اولاين بيخش على طب ده ابننا في الولاينج السنتر في هوتشار دريم طبعا سنتر في التجمل خامس طبعا ما شاء الله عليه زي الفل تعالى براحتك القاعد منتزع جدا جدا قاعد خطيرة تعالى براحتك كده هي نشوف في مكان احنا نخد ده منك اكتفى بولاد ده بنغصب عنه يبقى الاول بالمكان من اصحابه عندي في الهرم سنتر مك برضو ما شاء الله عندي في مية نص يوم الجمعة بعد الصلاة ماشي سنتر روتس قاعد بلا جدا ما شاء الله تعالى براحتك اي حد من ولادنا بتو مية نص روتس كبيرة تساعد تعالى وتساعد طلبة نعمل الاختبار الطلب زي فل انا نخد ده نجي بقى لدي معلش ليه راجاء ونخلي بلنا مندي طولتاك معلش هتحمني تمن الحصة يبقى ازاي بقى شو بقى يا سيد احنا النهاردة عندنا نظامين لو انت عاوز الحصة حصة حصة براحتك يعنى كل حصة على حدة براحتك فيه بقى نظام خاص مكبير جدا بالمناسبة طبعا الحصومات دي مش ازال لها حق انت ولادنا وقهرينا وكل ولادنا فيه في مصر وفي سعيد مصر في القيرة خد من الكل الحصومات دي همي ساعد بعض احنا نرفق بعض ففيه خصومات كبيرة على الحصة عملنا نظام الباقات لو حصة عادي افتتتها خمس وستين جنيه اصلا مفيش حام مفيش حام استخدبية كل حام معروفة لكن فيه عندي كود الكود ده بيفتح أربع حصص انا عندي شهرين الشهر أربع حصص وأربع حصص سعبهم انا فيه اكواد اسمها الباقة الباقة أربع حصص ده كود واحد الباقة ده ميتين جنيه فانا اوفرت لي ساتك قيامة ففيه حاجة الوقت هاجب ساتك كودين ادي الكود الاول ده اول كود ده اكتاني كود تشتري الكود ده من السنتر من المكتب الكود ده بتشحن بأربع حصص ميتين جنيه السنتر بياخد نسبة فوق ميتين جنيه عشان ما الجيش تبدأ ايه تباهدلنا على صفحات التواصل وكل بيطبل ورا بعضه ودي حقيقة لو سمحت السنتر بيحط على نسبة لي هو ده الاساس بتاع المنصة بتاع نحن هو بيحط فيه 20 جنيه الله لم يكن معرفش بس في اضافة للسنتر ده الاساس عندي انت بتجيب الباقة الكود ده واحد بس بتحط وتشحن بين اربع حصص مركز اول اربع تاني شهر بقى بقى الكود التاني ده الاربع حصص في كود واحد طبعا ده يعني خاص مهائل جدا تشحن مسياد ان شاء الله اول ما بتشحن مبتليش الحصص لا بتلاق اربع مربعات فاضية تنزل الحصة تفضل بتنزلك تلوس انضم تخش الحصة الاسبوع التاني تخش تنزل في المربع التاني انضم تم الاربع تيب كود التاني خلي بالك بيبقى سننظم الباقات وده خاص مهائل جدا جدا انك انت اللاربع حصص كما قلنا بمئتين جنيه في كود واحد هيوفر لك فلوس ده والحاجة تاني حاجة مشوارة ورايح جاي لفوري والكاش والقص كلها ما انت كود وسلامة راسي واللاربع حصص انا بتاعت زي الباشا ما بهزرش والله وبفرط تعد وزحام وقت صيام ويروح وييجي انت محتاج الثانية الوات فننظم الباقات عليه خصومات هائلة راح ليا وليك مساعدة بين وبينك وكون ليا يا كم منهم تكمل 200 جنيه فهدا النظام الجديد نظام الباقات عندي ساتق علي خصومات هائلة بازن العزا ولي وربنا يبارف في كل اخبان وطبعا عندي اقل القلب نقدم لولادنا في كل مصر يا شباب انا عندي نظام مين اخبان ده نظام حضر الاكواد لو اشتغل بالباقات والنظام العادي اشتري هزيط طبعا عندك من فوري وعندها الفيزا البنكية وده ونكاش موجود والارقام موجودة والاكواد في السنة وبنبه تاني اخبان الملازم والاكواد هكون في كل مصر ان شاء الله يوم السبت بالإذن عزا وغلا سلا اترك ونخلي بنا باقي التاني ننتبع ان السنتر سعب بياخد نسبة او بياخد نسبة على الملازم وعلى الاكواد ماشي يا رجالة طيب ملحوظة عندنا في قيمة باماكن المكتبات على مصطوى مصر فم والسناتر في تحديث تم ببعض الاماكن يعني الوقت براجع سهاج في تغيير في المكتبات ولادي بتوع سهاج وفتحنا في المينيا تاني نخلي بنا يا دا كترة راجع كويس وليه راجع أرجو لله ما تروح شي ليه المكتب او السنتر لما تلاقي على صفحة خلاص بيتمتوفر وتكلم السنتر وتكلم المكتب موجود أيوة طيب الشحن يبدأ من النهار دا ايش سواء مكتبات او طلاب ولي نصيح لو امكن الطالب يشتركوا في الشحن خمس طلاب هتلاقي الشحن زيرو ليه دا كل عرب هذا رقم بيتوزع كل فلو جمعنا اعداد افضل ان شاء الله بإذن عز وجل حبيبي خلي بالكم احنا على موقع ريا الفاروق كل حصة بنزل عليه موقعنا العاد مدة عرض المحاضرة اسبوع وليه راجع تاني مرة موضوع المادة هنلغيه عشان نذاكر الواجب بنزل على قناة اللواء التعليمي الواجب مهم جدا بيبقى واجب وامتحان يوم الحد دولة اتنين لقاء الاربع ربنا انه هنعمل الاسيق ان شاء الله بيزنة تتابعه ده كل حل بس طيب بننبي اولادنا اللي بيشتركوا في الاكونتات مع بعض او اللي بيشوفوا المحاضرات المصربة محدش يزعل هذا الكلام نحن لا نوافق له ولا نرضاه لا نرضاه لان والله يا احباب تعال في مكاننا احنا بنصور بالساعات المتصم ممكن ما نشوفش وعندك فريد دعم اللي اخواننا طيرين به ويشكروا انت لا تتخيل التكلفة عالية جدا جدا والمنصة بطبيعتها فنحن لا نوافق ابدا ولا نرضى بموضوع تسريبات او انك انت تشوف ورجاء لله وانت برحتك كل طالب يتحر الحلال او استخفضات نزلنا لاقصى ما يكون بنظام الباقات شوف الحاجة بارضى نفسه حاجة حلال ده علم ربنا يبارك فيك وفهمك اما لا ارضى وانا بتكلم بوضوحة حبيبي هب عندنا وسائل التواصل كلها قدامك هيا سيان بقى سيادتك قدي التليفونات قدي عندك الصفحة قدي اللي هو عندي اخواننا جروب بتاع الاسئلة ولي اخواننا فتفون كاش ودي الشحن ماشي صفحة قدامك يا رجال بفضل عز وجل فقط ثم بتعد اوعدك ان بفضل اللي هكون انجح مراجحة وباذن الله باذن الله ان شاء الله ابشر ابشر ربنا يكرمك وهيرضيك باذن الله بعلى الدرجات وان شاء الله برضو شعرنا ان شاء الله يكون الدرجة النهية واتشرفونا باذن الله واتفرحونا حبيبي الى ان نلتقي في اول مراجعة ان شاء الله يوم الثلاثة القادم استوضعكم الله ابشروا تفائلوا بالخير ياخواننا تجدون ونخلي بقى شعرنا في هذه المرحلة يربي عزكم اصبر ساعة اصبر شهرين وربنا يكلمك انما النصر صبر ساعة انما النصر صبر ساعة تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته